سلام جاسبه كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير ان شاء الله يلقاكم هالا فيديو بصحة جيدة غب تعليكم على بالي للظروف اللي راهي رانا نشوفه وشاو صاري وما زال صاري ربي ان شاء الله يفرج على كل واحد ان شاء الله ربي يكون معهم ندعو لهم على هاديك غبنة بصح لازم نعودون لخدمتنا اليوم حديلكم هاد الحلوة التقليدية اللي بعتوها لي بزاف بحلة جديدة يعني بعتو لي بزاف تصورها كتر من عشين تصويره بعتو لي عليها ديريها انا ديريها على طريقتك فينا المكيوريتها الماما قاتلي هادي حلوة تقليدية ودرتها في عرسي المقادير هادو مخضيتهم من عند ماما بصحة تصويره وشفت وش بعتو لي اخترت تزيين في زمان قاتلي كونا نديرو من فوق غير العقاش ماشي كيما دكاره وتزيين مودر نوقع مي الوصفة قاتلي كيما نمخبز كيما تزيري يتصفيح نديروها لكم على طريقة ماما ربي يحفظها ان شاء الله وهد الحلوة كانت تكزيستي في 94 في 92 قولوا لي انتوما اذا تعرفوها تشوفو كفاها تجي مع السلال داخل ولي دوقها والله غاستقوني يقولي اني نسبن بنت الزمان نبدأولو الوصفة معا بعد وش نسحقو نسحقو ميتين وخمسين غرام تعلوز انا درت الكمية هادي خرجتلي تسعة حبات باش نتفاهمو درت ميتين وخمسين غرام تعلوز رحيتهم رقاق اوندي غي حندير تزيريات انزيد معاهم مبشور تحبة ليمون كي ما حنديرو المخبز طريقة المخبز لعجينة تعلوز تزيريات باش نتفاهمو عندكم 25 غرام تعلوز تعلوز معنتها النص تعلوز هو سكر وشنو انا وش ندير اللوز اه السكر نرحيه في الروبو باش يسرعلي عملية تعلوز يدخل في السكر وهنا يا درت مغرف كبيرة تعلوز يدخل في السكر بسحكين دوبها حتمد لي زوج ملاعق تعلوز دائبة كل مية غرام تعلوز تقابلوا مغرفة تعلوز بذلك اللي قالوا ليحنا في فرنسا وفي بلدان الغربية اللي عم يسكنوا في الخارج وما عندهم مش زبدة توري قررني مستعملها المارغارين العادية عادي جدا ودرت شوية لفاني وراح اللم بسافار البيض اللي يكلت لي الزوج حبات وبالك يخدحكم غير بالعقل اللمو ومتا عجنوش دوكنوا لكم الطريقة اللي دايما نستعملها اللمو غير بالعقل وشوفوا الى البيض متخلوش يغلبكم مديروش بزاف غير بالعقل بالعقل حتى تتلملكم كي تتلمنا العجينة دينا تعلوز نبدأ ندير غير براحة اليد كي ما راني ندير قوت لكم هاد الحلوى تقليدية ما ننسبوش حاجة الناس وحد اخرين هاد الحلوى ندير غير تكلفة تزيرية شكل مختلف وهذا الشكل هو شكل تعزمان على بريب اللي لو كانا هم يشوفوني نساك بارات اللي مال فيني يتبعونا حيقولولي كونا نديروه وحلوة تعزمان وقيم بزاف حلوية الله يبارك علينا هم منسيين وراني نقولوليهم بالعقل بالعقل بحلوة برك جديدة وتزيرين جديد وهاد الحلوى هي بزاف الوراشات ومديتلكم كامل أسرارها ديرو غير بيتكم هكا كي ما را كنت تشوفون واللوز اللي نستعملوه في الخبزة واللوز اللي ماشي محمص نحن نروح للعجينة العجينة كي ما نديرو تعد زيريات ربع كيلات فارينا كي ما را كتبوه صغيرة تعد هون ديرو زبدة وثمن ديرو زبدة كي ما حبيتو هون ديرو زيريات كي ما حبيتو هناني مخلطة زبدة وثمن هنان ايا كي ما كفتنيش الكيلة زدوا وبتشوية زبدة نضيفها قرصة على الملح واللمو بالماء والمازهار هادي العجينة تحبوه تضيفو ملوين انا دي من الحلوية نحب نخليهم على لونهم الطبيعي هاني زدت الزبدة المهم ربع كيلة بكيلة ماشي فايدة ماشي فايدة كيلة الزبدة وثمن تكون عادية يتحبو سمن وحده يتحبو زبدة وثمن انا ندير زبدة وثمن درت شوية ملح واللمو بالنخلط قبل هاد المقادر وبعد اللم بالمازهار كي ما حندير عجينة تعد زيريات عجينة تعد المشكلة العجينة اللي نديروها قاع الحلويات التقليدية اللي هي ربع بواحد معروفة هاد العجينة والفاقصة هديك تاني معروفة هي تعلم مخبز وبزاف كي ينبلك ناس من ما على بلاش بلين الماشينا يخدموا بها من باكن من زمان كاينة هاد الحلوة التقليدية من زمان يديروها ومن زمان ناس تخدم من الرشدة ومن زمان تخدم بالماشينا كي يضق صح ما عندهمش الماشينا متكزيستين عندها بزاف أنا ماما الماشينا ديالها عندها مات تمانينات تبدوا تلموا هنا بالماذهر العجينة العجينة ديالكم ما تكون اطرية ما تكون يابسة تكون مليحة ما تكون طرية ما تكون يابسة المهم تتلم خاطر كي تكون اطرية رح تتلقنا هدي في زيريات في اي حلوة تقليدية ما تديروش العجينة اطرية بزاف هكا ما راحش نعجنها لمها غير شوية ونخليها تريح شوية وإلا كنتو حتخدموا بها سوق فلاس معليش اخدموا نغمان اهنايا نروح خليت العجينة تريح نجيب اللوز ديالي في بلون دو تخافاي نحطوه ندير شوية فارينة باش نقدر نخدم لخطر اللوز كي نخدمو بيهتمتم يكون معسل وراح يلسق لي تاني في المول تكتفو في لاني حنخدم بيهم طابع قصدي سوف يتمام طابع ديالو شوية فارينة وديرو هكتان شوية فارينة من فوق عملية اللي درتها تاع السكر هي تخليكم تخدموه سوق بلاس متسنوش الغدواء باش يتعسل انا في العادي ندير هكتان طريقة بيمام هات طريقة بزاف هيلة تساعدكم للناس اللي تحب تزربوها شوفو نديروها عالية نديروها عالية هكتان كي ما راكو تشوفو قصة طابع هادا ديالنا هادو هادا هادا طابع معروف على كل حال اللي نخدم به سطابلي راكو تصيبوه يتباع الموهم هادا العالي قطلكم دايما ديرو شوية فارينة في المول ديالكم كي تخدمو هكتا سقمو ومبعدا ماشي هادا هو الشكل النهائي ما زع ما تشوفوها راه يجيها شوية طالعة بالاك ولا متقلقوش نوخ ما نحطوها كي دوك نزيدون سقموها باش تولي في سمك واحد هكا متحلوها شرقيقة بزاف دايما اني نقول ونعاود متحلوها شرقيقة بزاف والمول طابع ديالكم عمروه بالفارينة باش يساعدكم هاو ديك وتحبو تحبو ما مد تروحو توزنوهم في الميزان لحبات يكونو بين خمسة وخمسين قرام عندكم من خمسين لخمسة وخمسين تقولو لهم بعد كيفش نعرفو لو كانت تحطو لها هكتا عمد اكو كيما انا طبحت تحطوها في الميزان متلا توزنوكم ستين زيدو تديرو غير هكا بيدكم حلوها غي شوية وعاودو طبعو ينقص الميزان باش يطيحو فيهم قح كيف كيف انا در تحكيك هادي يلا ميتود اللي نعتمدها انا شوفو انا من دير ميتود تحت واحد ندير ميتود اللي قولها اليا راسي هادي ينطيلكم من قلب الوصفة عندها محن نخبي عليكم موالو زع ما كاش حاجة ولا سر انا نمد لكم وكان ينشوفو لكم وانتغل ناس كيفاش تقول بلي راحة الوراشات وما يمدوا لهاش الاسرال يعني نمدهم لكم بكل صدر راحي بنوغمال شوفو هناك تشوفوهم نوغمال راكو تشوفو فيهم لهم معوجين شوية ماشي قاع مشكل دوك نبدأ نسجم فيهم شوفو تحبو بيدكم كيما راكو تشوفو فيها هكا ونطلحها نطلعوا هكي الوصلوا عنا تحبو تحبو دوك نجيب الكوبات وتخدمو تحبو بيدكم كيما حبيتو عندكم زوج دورق شوفو كيفاني نسجم فيها كي نسجمها ونعليها شوية باش نبدأ نطول فيها ولازم تمدلي سمك واحد ودوك نوري لكم باش تعرفوا القياس ديالها قد من نتجي دوك نقياس لكم بصباعي باش تشوفو هاني سجمتها معليش دوكا سيجيت بالكوبات نوريت لكم ثاني تعاونكم تحبو بيدوكوبات ثاني سهل لكم العملية كل واحد كيفاش كل واحد واش يحب شوفو طريقة سهلة قلت لكم تبدوها تسجموا فيهم كيما راكوا تشوفو سجموهم كامل كيف كيف تشوفو تحبو قياس ديالهم لتشوفو كيفاش يكونوا قع في سمك واحد لازم نحكمو لهم قياس واحد غير ملوح mole اللي نونطول لهم تاني دوك نوري لكم لقياس ديالهم بيدوكو تشوفو هنا لازم نطولهم شوية حسيت بلي لازم نطولهم شوية وهنايا أنا ندير منراسي السمك التاحهم بصح يخرج لكم بزاف هاي ما جيش لحبة كبيرة بزاف وما جيش صغيرة يعني كيما حابت على مخبز هادك هو الميزان ما رحش تخرجوا عليه شوفوا كفارا ندير دو كاقيسوا بصباحكم شتوك نقيسوا بصباحنا الصباحنا هذا اللي نشاهدوا به ياخد لنا زوج وشوية دو كتو فو نوري لكم بيدي زوج وشوية وبرك ما تفوتوها شو كل مرة سقموهم مع بعض هنا يندوك هادي راهي كبيرة ها هادا هو القياس كيما هادي وبعد نقصت لها حسيتها راهي كبيرة عليهم شوية وسح كي حضيتها في الميزان ما وزنتيش خمسة وخمسين عاودتاني سقمتها لازم تروحوا كامل تسقموهم قياس واحد وتكملوا قاوش عندكم ومبعد لكي تكملوا باش بعد نروحوا للمرحلة التانية ها مليك وشوفوك اللوسك يكون دخل فيه مليح السكر ومخدوم مليح يساعدكم بطريقة هيلة بزف بزف يعني طريقة راهيبة شوفوا راني عاودتدوك سقمتهم يقط لكم كنت نشوف فيها كانت كبيرة هنا ناخد لعجينة لعجينة نحلها غير بالحلال السمك ديالها يكون واحد ثلاثة مليمة ماهو خشين بزف وماهو ارقيق شوية فارينة ملتحت لازم باش ميجوكم شادوك اللخيوطي تلسقو الماشينة لازم في الوصفة تاني باش نقولكم هنا ننحل فيها شوفو كيفاش ماهيش حتكون تخونسبارونت بزف معنتها شفافة وما لحش نخليها مخشينة مرقيقة المهم راهي بين وبين شوفو كيفاش راهي هاكو تشوفو انو روح في الماشينة في الجهة تعالي رشتا نخرج لعجينة ديالي هنا يا شوفو انا يا راني نخدم وحدي وراني نخدم فوق البوتاجي صافي انتو ما لازم الماشينة تلسقوها خير هنا حتجت خطي باش عونتني شوية صافي انتو ما كتكونوا ملسقين الماشينة وبلاصة مليحة صافي انو هنا لازم نصور على بيها تخرجوها ديك لعجينة ديالكم وكي ما تخرجوها تخلوها ما راهيش حاجة صعيبة واشنو لازمها لها فاسيونس واش نقولو ما يلقاطو ما يتعبش يتعب ما نيش يسهلها لكم ما حاجة ما راهيز زعماني ما تقدروش قاعد ديروها عادي كي بديت نقدم فيها تفكرت القري واش لقدرت وحد الوقت لي جيب بالماشينة تاني بزافة يلدك القري واش تعتفيرها هنا تبدوها كتسقمو وكيفاش باش تعرفو تجيبوا الحبة تاني قاطو ديالكم وتقيسوها على الحساب العجينة اللي راهي نقطعوها كالزاوعة اذا توقع نحوهم باش جينا نحبسو اسوأ نمسحوها باياد البيض باياد البيض نديرو لولافاني ما تنساوش باش ما زيش جيناي حط البيض ونحطها نضغط شوية ولا غي ستقوني يكون حاجة رايب تتفصيلها نضغط شوية نجيب كاشكوبات ولا حاجة ولا موس المهم حاجة عاونوا بيها هكا وتبدأوا تدورو شوفوا تدورو وما تحبسوش وين تكون الغلقة زيدوا فوتوا عليها باشهم بعدها كي تكون طيبنا ما تترتقلناش هرى نحنا التزيريات لو انكان ما نخلوهم شي نشوفوا ديجاي ترتقوا خافي هنا ايا تاني انتم ما لازم لكم نفهمكم ايوا منخلوهاش في الزعمة وين تخلاص سوأ سوأ نغلقوا لا لا نفوتوا هاي اللي كان يفهم فيكم ونزيدون ليولها شوية باياد البيض نزيدون ليولها باياد البيض ونخلوها في جيها واحد اخرى يعني نفهمكم بلي غلقتها مليح ودرت لها باياد البيض وشوفوا كيفاش راح أديكم شكل هاي جي هاي شوفوا قبل ما طيب قالوا غلاكي طيب وزيت تعسل شحل تولي شابة قلت لكم واحد اللي بنا في هاد القاطو والله والله ما ما عندي ما نقول لكم بنين بزات شوفوا باش باش عرفت صح في هبنة الزمان خطر داقوه ناس كبار ناس كبار اللي دوقوا قل ليعبك هاد القاطو يفكرني في زماني فكرني في بكري صافي شوفوا لحبيت نمدلو هادي كل حولة قاطو زمان والله لازم في الآسم مدلوه ما زال ماني خميم موش نديروه نديروها قاطوه قاطوه زمان بحولة جديدة هاكا نسميه بزاف هايد ما من العجينة كديروها بها الطريقة ما تجيش كيمة لقوني نلقوها في تزيريات سبحان الله ها يجي يقوم وغاير نحن نسقم ليحا دايما كل مره نسقموه هاكا تقدروا تاني حاجة تديرو عجينة كبيرة وتخرجوها على مره وتخدموش حل من حبه ما تبقاش هاكا كيما انا خطر عندي حبات شوية راني نخرج العجينة بالعقل انتوما كيكون عندكم كونتيتي خرجو عجينة طويلة كيما ساحنا نخدمو الرشتة ونبحت بدوه تسقموه هناك تصيبو الزائد نحوه كيما راكو تشوفو هاني نركز هاني نركز ونعاود ونقولكم اغلقو مليح اغلقو مليح اهنا راني زبت ما تحتاج حتى شرح راني نوريكم دونك اللي زارت القناة الاول مرة معليها غلطة بوني وتفعل تشارس بيش لحقها كل جديد كل ما تشوفوا الفيديو ديرو جام باش الفيديو يزيد يتشاف كتار ويتبرتاج كتار ويتبرتاجيوها مع الناس اللي تحبوهم وعالناس اللي يكونوا انتغيسي ويحبوها كواصفات باش القناة سزيد تاكبر وانا كل ما نشوف، ان الناس راهية وتدفاعل مايا حنزيد نختم كتار صدقوني كان واحد الوصافات راهم موجدين انا احنا نبريلو نحطوهم شو الله بالعقل غاف غاف رح يعجبوكم متنوعين فيهم لي بخيستيج وفيهم حفيسة كايم بثاف قطوات هاي دي أضع الأطراف ثم اضع أطراف ينشفوا ليلا كاملة يجب ان يضعوا اليلا كاملة كما تضعوا ليلة كاملة فتاكدوا من هذا ثم اضعوا اضعوا كيف تحمروا؟ بلاجولي يتمسحوا بها في الزيار درجة مدة عشر دقائق غير يصفار من تحت الشعلولو يتحمر من الفوق هاد لاجوليه يلي تخلي تمدلو هادك اللامعان الدهبي هادك اللون الضوغي هادك لاجوليه يلي تخلي يمدهولها اتقبوهم من تحت ننصحكم انا نسيت اتقبوهم وهنايا خضيت عسلت عبره درت كيلة عسل وسامحوني هنايا في الزر كنت نصور معنا بريش كيفاش شفتو حبس شوفوا ديرو كاس كاس تحصو كور مع زوش كيسان تعمى و خليوهم يغلو عشرة دقائق برد شربات خفيفة هادك شربات خفيفة كي تطيب وتبرد شوية خلطتها مع العسل سافدت كيلة عسل مع كيلة شربات من درجة شربات و من درجة شربات وحدها راح يغمل لي ما نوشن دين طيب شربات كاس تحصو كور و تخلوهم يغلو من عشرة دقائق لاربع ساعة كي يغلو كي يغلو احسبو يا عشرة دقائق لاربع ساعة هم بعدها ديرو هم يتعسلو خلوهم بومومومو هنا وقت طويل هما في هديك الشربات عاكو تشوفو تقبتهم من الفوق و من التحت نوغمان مو تقبوهم من التحت قبل ما يطيبو الحمدولله شوفو انا شكلهم قعد هو هو مي دايمن القطو تخديس انا تقبوهم من التحت باش كين طيبو في الكوشة العادية مرحش يديف على و زي تقبتهم من الفوق باش يزيدوا يشربوا مليح مليح وهنا يعني يمسح بيهم يعني يمسح فيهم بالغلوكوز ماشي العجوي غلوكوز هاوليك هاد الغلوكوز يتبع عنهم من القطو اللي هو سكر جي عاقد هكا مسخنتو شوية وزتلو شوية ما شوية ما الغلوكوز ما رحش يخلي لكم الحاجة يطيها واحد لابغيونس يحافظ لكم على الفواكه هادو المكسيرات يطيهم واحد الطبقة يحافظ عليهم يبقوا دايمن يبريي و ما ينشفوش ما ملقاطو ينشف يبقى يبريي الأطوال مدة الغلوكوز يعني سخنتو شوية وزيتلو واحد على حسب الكمية زيدلو واحد الزوج مغارف ثلاثة مغارف تعمة انتو موش تحبيتو الكمية يعني تحبوه تقيل تحبوه شوية خفيف هنا يا حمصت الانوازيت واللوكوز والبيستاش لا لا ما هو شو محمص ما نحبش نحمصو يفقد اللون ديالو من النوازيت راني حمصتهم شوية برك وراني نحط فيهم هكا من الفوق هراني شرحت لكم نغمال مو الطياب مدخلوهم شي طيبوا بزاف قلت لكم عشرة دقايق تشوفوهم صفاروا شوية ملتحت اشعلوهم من الفوق وخرجوا القطو ليالكم متعسلوه ش مباشرة خلوه شوية ومعد عسلوه درت هنية هاد الوردة راهو يتباع عند قاعد يبيعوا الحلويات انا اخترت هاد اللون الغاز يوالم مع الفاغ ويوالم مع الانوازيت ان شاء الله ما نكونش طقيلة عليكم ان شاء الله تكون وصلتكم معلومة ما هدرتش بزاف اهدتكم غير الحاجة اللي تفيدكم الحاجة اللي معنا بليش مهم تكون مفيدة لكم معلية نقول لكم طه الله في ارواحكم قبل ما نكملوا هاد الفيديو نقسموا حبة مع بعض باش تشوفوا كيفاش تكون الداخل شكلهم تحفى وفي الحقيقة خير مصور والله في حقيقتهم خير وخير اه لازم 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 تشربوهم ومزاف اللي بحتول عليهم يعني لبتلكم مطالب تاعكم سحقهم كامل تكومنتيو هنا يا وتقولوا لي كيف هجأ المودال هذا هنا هنقسم لكم الحبة قتلكم الغلوكوز عندو دور مهم ويلا حبيتو ما عندكم الغلوكوز ديرو العسل نغمال ومبعد شوفوك في حاجكم مع سلحة للقلب وشنو خلوها تتعسل المليح هنا وصلنا الاخر لا فيديو ان شاء الله نكون خفيفة عليكم كيما قتلكم اسنونا ان شاء الله في وصفات واحد اخرين راح يكونوا تحفى ان شاء الله معنا نقول لكم مع سلامة في امان الله باي باي